اعزائي طلاب الصف الثالث الاعدادي معانا النواردة حل وشرح تدريبات كتاب جيم يونت وان الوحدة الاولى الدرس الاول والتاني طبعا من الكتاب الجديد الفين واحد وعشرين بدلنا بالتدريبات الكلمات اللي وقت لها في صحفة 18 السؤال الاولى نقول لي اختر اجاب الصحيحة الطلبة عادة استيق نقطة طبعا هي بيوت الشباب لما يزوروا المدينة رقم اتنين نشاط تحت المياه يبقى سنوركلنغ الغوص نمبر سري لما السياح لما يكون عاوزين يعرفوا اي شي عن البلد اللي ما بيزوروها طبعا بيروحوا مركز المعلومات السياحي عشان يعرفوا المعلومات نمبر فور عشان ابلغ ان شخص ما استول مي كار صرق العوارية بتاعتي يبقى على طول نمبر فايف نقط بيكون اماكن جيدة عشان اشتري منها هذه التسكرية طبعا عطول بتكون البازار نمبر سكس بقى البازار السوق والمكان اللي انت طبعا تزاف فيه للتسوق نمبر سبين لما بتسافر لمكان ما تنساش ان انت هتشتري طبعا اتبقى سوفونير ساعتها تسكرية رقم تمانية سياح شود نقط سان كريم كريم لوكية من الشمس طبعا وين يرتدو يجب ان نكون لطفاء الزوار فكرة جيدة ان انت تذهب لركوب الامواج لما يكون الجو هوائي او وين دي رياح من النقط ان انت تبقى في او تقيم في بيوت الشباب مش هتدفع خلوس كتيرة يبعى طول غير غالي السمن مش غالي يعني كل شخص شود فولو زر بيرانتس والدي طبعا ادفايس النصيحة دي بالنسبة لنسبة لنسبة لتدريبات الخاصة اللي هي خاصة بالقعدة ان شاء الله دي برضو التدريبات حلها تشوف ازا كوريكت انصل اه نمبر وان النهاردة الجو برد لما تخرج طبعا هنا ترتضي مع الطفن يبقى على طول يجب ان انت تلبس بلط يجب عليك ان انت تاخد صور للناس الا لما تسألهم يجب عليك ان انت تمشي كتير في الشمس يجب ان تكون بتاكيد طبعا بعد الفعل المصدر يبقى تجرب ركوب الامواق يجب عليك ان انت تخضي وقت كسير في مشاهدة التلفزيون يجب عليك ان انت تبقى تحت المياه الفترة طويلة يبقى على طول عندنا نمبر ات طبعا يجب ان انت تطلب المساعدة من المدرس لما تكونش يفاهم الدرس يبقى على طول يو شود نمبر نين تسعة انه خطب رائع يبقى يجب ان انت تقرأه رقم عشر الصفحة اللي بعدها هتلوها في صفحة واحد وعشرين طبعا هنا خل بالك الجملة فيها ترك هنا فيها العلامة الصعبة يبقى على طول انا لا اعتقد ان انت يجب عليك شود يجب عليك ان انت تخرج لما يكون عندك امتحان يبقى انا لا اعتقد انت يجب عليك ان انت تخرج ما ينفحش اقول انا لا اعتقد انت لا يجب لا انا لا اعتقد انه يجب عليك ان انت تخرج اما يكون عندك اختبار ما تخرجش خلي بالكم اجابتها شود انس هنا بيخاطب انس طبعا هنا برضو في العلامة يبقى على طول يخاطب هنا المخاطب على طول يبقى يشود يجب ان انت تصحى ما ينفحش انس يقول لي هنا ده انس الضمر هي لا علشان هنا فيه كمه بعدها يبقى فيه مخاطب قاعد كتابتو الجملة انا بنصحك ان انت تذاكر بجد للمتحان النهائي استخدم شود يبقى شوي وحط مكانها اقول له نمبر انا بنصحك ان انت تحمل معك الباسبورت بتاعك انا بنصحك ان انت تحمل معك الباسبورت بتاعك برضو اشيل بحط مكانها يشود يبقى طبعا طبعا زي ما يعني شايفين نصيحة لك ان انت تصحى بدري استخدم هتقول هتستخدم هتقول له يبقى يجب عليك ان انت تصحى متاخر استخدم شود انت لاجب يبقى لا يجب عليك ان انت تصحى متاخر يجب ان تذكر دروسك بعناية استخدم فيها يبقى هنشيل هنشيل وقوله فكرة جيدة لها ان هي تروح مركز المعلومات الساحية يبقى على طول هنشيل هنشيل نحط مكانها فكرة جيدة لهو طبعا هنا عايزين نعملها سؤال عايزين نعملها سؤال فيها العلامة الصعبة يبقى نخليها هل يجب عليه ان هو يقوم بعملية الرياضة هنشيل ونبدأ نهي من حولها هي طبعا خلالها تدريبات اضافية هتقوله في المواقف الغوية ده سؤال كتير برضو بيجي مواقف يقولك تقول ايه في المواقف ده تقبل واحد تقوله ايه اختك الصغيرة عايزة تبص بالشمس اعطاها بعض النصيحة يبقى تقولها you shouldn't look at the sun او i advise you not to look at the sun you advise your friend not to smoke بتنصح صديقك انه ما دخنش يبقى you shouldn't smoke you shouldn't smoke انصح اه صديقك هو اه او اتعود يخرج دورنج زارين اثناء المطر انصحه على طول يبقى تقوله ليست فكرة جيدة تو جو او دورنج زارين هي هي يعني من المواقف نفسه او مثلا you shouldn't your friend spend too much time watching TV صديقك بيد وقت اكتراه في مجاهة التلفزيون advice him or here انصحه او انصحها يبقى قولها you shouldn't spend لا يجب عليك او لا يجب عليك spend too much time watching TV هي هي هتخليها you shouldn't وتكمل بقى تحطها في المصدر وتكمل جونة زي ما you shouldn't spend too much time watching TV ده بالنسبة للدرس ده اخر حاجة طبعا اللي خاصة به listen one and two general exercises الديالوج المحدثة هلو هولو كيف حالك طبعا هما صارة طبعا هيبا بتكلم من صارة شراء الهدات السكرية هلو صار هولو كيف حالك صارت لها هلو هيبا ازا كي هيبا هتقولها طبعا طبعا هيبا سألت سؤال اتلاها هتقولها هتقولها ماذا سوف هتفعلين what are you going to do اتلاها عايزة الشيري ايه عايزة الشيري بعض الهدات السكرية ردت عليها يبقى ممكن تشتريهم من خانر الكاليلي يبقى تقولها ما افضل مكان اشتريه منه هدات السكرية اقولها من اين يعني تقترح ان اشتري الهدات السكرية where do you suggest what is the best place what is the best place ما افضل مكان اشتريه منه الهدات السكرية what is تاني بالراحة what is the best place ممكن تشروه من خانر الكاليلي can you come with me ممكن تجمعها او لا choose the correct answer number two number one اسمع ليه or group of shops مجموعة من محلات او سوق يبقى طول البازار مجموعة من محلات مجموعة من مجموعة من مجموعة لتنظف الملابس الملابس غسالة الملابس السؤال number three اخر حاجة اعزيني استخدم فيها اقول له you should visit you من افضل ان انت تأكل طعم صحي اعزيني استخدم فيها اقول له لو كنت مكانك I would eat healthy food عايزيني استخدم فيها وإذا يبقى خلصتها إن شاء الله درستاته ورابع لفيديو وكمان في فيديو خاص بالتست على الجونت